اكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنة بنت عيسى بن دعية الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة اكدت ان المعهد يتجه اليوم لتقديم فضل البرامج المعتمدة دوليا والتي تصمم محليا من قبل الكوادر الوطنية في المعهد بهدف مواكبة الرؤى والخطط الوطنية الرامية الى جعل مملكة البحرين تحقق صدارة الدولية في كافة العلوم الادارية جاء ذلك خلال حفل ختام برنامج اعداد القائد الكوتش الذي قدمه معهد الادارة العامة للكوادر الوطنية في هيئة جودة التعليم والتدريب واضحت سعادة الدكتورة الشيخة رنة بنت عيسى الخليفة اهمية تعزيز مهارات الكوتشنج لدى الكوادر الوطنية بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث يعتبر الكوتشنج احدى الوسائل الحديثة المستخدمة عالميا في تطوير وتعزيز القدرات القيادية وزيادة الوعي الشخصي وتحفيز الكوادر المؤسسية للوصول الى اعلى القدرات المهنية والشخصية والتي من شأنها تمكنهم من التحرك العملي نحو تحقيق الاهداف على المستوى المؤسسي والشخصي من جانبها اكدت سعادة الدكتورة مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الهمية التي تمثلها الشراكة مع معهد الادارة العامة في تقديم البرامج المعتمدة دوليا للكوادر الوطنية في الهيئة في تحقيق التطلعات المشتركة مع المعهد الرامية الى الارتقاء بقطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر